هل هلالك يا هلابك هل هلالك يا رمضان والله اشتقنا وفرحنا بك سامو طعال الرحمة سامو طعال الرحمة سلام عليكم ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير وفيديونا هاليوم يلقى لكم كامل هنين ومتهنين جيتكم بروتينة رمضاني اليوم العاشر من الشهر الفضيل كيفاش فوتول كوارث اللي صراولي في هذا النهار ما عندي ما نقول لكم هذا النهار حلفية في الوقت هذا انا ما زال ما نطش الفطر كنت نشيحي فيها رحي بهذا الخبز من عند قناة زاميلتي يوميات امرا قيم بنت بلاتكم المختربة في تونس هامليك الدوهنا وبدلونا لهجتها شهاتني ما نكدبش عليكم سورتوكي كانت تتحط في الزيتون وهو هكا كمقسوم بالموس ما عندي ما نحكي لكم قلتوا والله هذو كل نوض نطبق الوصفة بحدافيرها اكيد كي تكون كاش حاجة كما ما عنديش ولا هاني نستغنع لها وقبل ما نروح نبدأ معكم يومي هذ النهار حبيت سعنا نضرب لكم دورة في قناتها يومية امرا قيمة كم تشوفوا فيها عندها محتوى يعني هادف الحمد لله محتوى اللي كما نقولوا احنا ينضيف فيه وصفات وصفاتها ما شاء الله كم تشوفوا فيهم وفيه ثاني روتينات يا اغلبيتها تحت الوصفات وناجحة ما شاء الله يعني من الخبز اللي جربته نقول لكم بلي وصفاتها ما شاء الله كما قلت لكم رحت قبيل هذ النهار بديت بالخبز طبقت الوصفة اللي راح تشوف الخبز كيفش خرج لي خرج لي شهي شهي وشهيتكم في الجنة الوصفة بالتفاصيل المومية راح تلقاوها في قناة يوميات امرا قيم المهم انا نوجدها كما شتوا حطيت الفارينة والسميد والمكونات اللي ذكرتهم وهنا حبيت نشارك معكم واحد الفكرة انا عندي الحليب هنا يبزد لي الحليب كيف يبزد لكم الليبنات غير ما كلها تبزعوه ولا طيشوه ولا عندوا عدة استعمالات منه انكم تخدموا به المخبوزات التعكم كما شتوا هنا هنا خبز الدار في عوض اني نجمعوه بالماء ولا ندير لحظة ولا حكم نجمعتوه بهذا الحليب زوج في واحد منها حليب يعني من مشتقة الحليب ومنها الحليب كيف يفسد ولا يروب كما نقولوه بالعامية راح يبليه شغول اختامر يعني كيف تديريه في المخبوزات التاعك راح يجي وخفاف وهشاش ما تتصوريش وكأنه درتي محسن الخبز ولا المهم اننا تدفيته هنا يعني منيش نديلة وبارد تدفيته وراني نجمل به تقدروا البنات ثاني واش تديروا به من غير المخبوزات تديروا به المخبوزات البريوش راهو من المخبوزات تقدروا به مثلا الكيكا عندك كيكا حبي تديري كيكا ولا جينواز ولا مسكوت شو اللي هو المسكوتا راح تديري به في بلاسة الحليب كيف كيف راح يجيك ما شاء الله وكيف كيف تقدري وهو هكاك تخليه يكملي طيب ولا تزيدي له شوية تعاونيه بشوية عمل حول الخل وتدوريه جبن يعني تخدمي به جبن كما يخدموا به جبن تاع ايام زمان تاع امهاتنا وجداتنا عجنت الخبز التاعي وخليته يخمر لانه هو يخمر على مرتين ما بديت به هو اللول باش نعطيه الطوع والوقت باش يخمر ورحت سبقت من اللوب يا جريني بما اني ما نشمخهاش نعطيها الوقت في راح تحت هي باش الطيب نعطيها الوقت ورحت نوجد حبي تندير تحليه هذا النهار تحليه راني حطيتها لكم في القناة بنتها بنا وحكايتها حكاية الكيكا هذه وجهها صحيح هذا التحليه وجهها صحيح المهم نايا كنت دجاء حطيت المكوينة تخدمتها وتعرفوا مرة على مرة لوحديسها ينسى ترح من بالو حاجة كي خدمت الجينوازة حطيتها الطيب قلت يا ريت كنت نقصت من الزيت لانه على بالي بالي الكيكا ولا الجينوازة اللي تكون فيها الزيت وصورتوك يكون الزيت بزيادة ونفس الكمية تاع المكونات الباقية راح تجي شوية تتفتت وكيت نقصي ولا تستغنائي عليه الكيكا اللي راح نستعملوها في التحليه تمنجيش تتفتت حطيتها الطيب ورجعت للخبز داعي اللي كنت منقصها في الفيتاس وكنت مدائرة رقم واحد ومخليتها تتعجن في راحتها هكبش تجيني مليحة وانا نخدم في الخبز راح ندير طريقة اللي كيمامالف نديرها نعجنها ديريكت نشكلوه نخليه يخمر وهي العكس هي لازم تخليه يخمر الساعة ومبعده باش تشكله يعني مبعد تكسرينه الخمر وتشكله غطيتها خليتها تخمن في راحتها الكيكا هنا يا ما نكذبش عليكم عاودتها من الزيرو راح نقولكم علي واش عاودتها من الزيرو لا خاطر انا كينجي راح نصور نحط المكونات كامل قدامي كل ما نوصل المرحلة معينة نلقى المكونات هذو قدامي هاوليك هلا واش عاودتها هاوليك المنظر الاليم هذا هو المشهد الجد الاليم اللي على جالت وعاودتها يا الكيكا راح نقولكم علي واش صرالها هاك هاهي مسكينة كرهتني كرهتني من اللي بديت نخدم فيها وانا يا اه كون غير ما درتش الزيت طبقة ثانية انا نسيت الفلون كون غير الفلون اللي هو الياورت فلون كارامان لانه اه نقول لكم كينجي راح نصور نحط المكونات قدامي باش غير نكمل من هذا من مرحلة معينة ديريكت ندخل في المرحلة الثانية كونه قدامي ما بقش نحوس وهذيك ما كنشو فيه نفس الوقت قبل ما نقاجي فيه اه وصفة ولا فيه حاجة طيبها نكون متأكدة انه مكوناتها كاملة رهم عندي كي درت الطبقة الاولى اللي هي الجينواز ورحت الكارامال كون ديجا حضرته باش رحت للطبقة الثانية اه كي خدمتها وصبيتها على الجينواز تفكرت بلي ما درتش الياورت هايا كي دقل بتعاودتها من الزيرو مزية اللي سهلة مهلة وما فيهاش مكونات بزاف عاودتها كي ما قلت لكم وكحاجة اخيرة اللي توجديها نقدر نقوله نص ساعة ولا اربع ساعة قبل الاذان هو الجاج هذا اللي اذا كنتي مزروبة وعندك الجاج جبداتيه وما جاتكش تخميه ما انك تديريه تقدير تديريه في اللحظات الاخيرة واذا ركي جبداتيه من قبل ولا تخميه فيه وصفة الغدوة ولا اللعشية خلاص ولا تقدري التبليه كي ما شدو عندي سدر تعجاج حكمت اه درتوش رائح وجيبت ادرت شوية تعزيت اه درت للموتارد الملح الفلفل عكري الكيمون الكوركم والكوسبور وشوية على الخل والعصرات عقارس كي ما بغيتوتو ما خلطهم مليح وذركة واش رح ندير نحكم ندهنهم بالبانسو ندهنهم هاكا بالبانسو بش نوزع لهم هذيك التبيلة بالتساوي وبعدها نعود دردهم في هذك الانا ونخلطهم مليح مليح بيدي باش هذك التبيلة تدخل مليح في الجرش التاعي ولا ليسكالوب بتاعي يا اما تخليها تتشرب هذيك نوكهات رح تجيك ما شاء الله تجيك تريه وجيك بنينه ولا تخدميها مباشرة تنكيف كيف هكذا ثاني رح تجيك بنينه وما نكذبش عليكم هي قدمها خليتي اعافي هذيك التبيلة رح تجيك ابن وابن حطيتها حطيتهم يطيبوا كما شتوا في زيت ماهيش بزاف شوية بركة على زيت كما مال فين طيبوا الاسكالوب هذه مرة على مرة يغلبنا الزيت وديرها بنا كما سرع لي الخطرة في واحد الفيديو وبنت لهم باللي انا نقلي هكاك الاسكالوب جامي قليت الزيت الاسكالوب كما الباطاطة اسمه الاسكالوب تديري لغي شوية على زيت بعد ما طاب كما تشوفو هنا بقالي غرلي اسباس باش نربح الوقت زيت لحت عليهم حبيبتها شمبينيون ولحت البصلة اللي يكون ترابيتها ترابيها ترحيها تقصيها مربعات الاختيار رح يكون لك نضيف عليها نصف كاس تاع الحليب وزوج حبات تاع الفرماج ورح نزيد اربع كاس ولا نصف كاس ولا فنجال كما بغيتو تومة بين الكريمة السائلة تاع 4 اجبان والكريمة السائلة العادية ما عندكش كريمة اربعة اجبان ديري غر للسائلة ما عندكش الكريمة السائلة عوضيها بالياغورت الطبيعي زيت عليها شوية فرماج رابي اللي عندك ونحاول اني نحركها مليح نقص عليها النار ونخليها تعقد هذيك الاسوس في نفس الوقت الأجبان يذوبوا ونتحصل على سلسة الفطر والكريمة السائلة وروح للخبز تعيب عندما الخمر كما يحب الخاطر دهنته بالبيض وزينته بالزيتون اللي تحب في بلاسة الزيت دير زيت زيتون عادي لانه نستعمل زيت زيتون البنات وتحبي تفتتي الزيتون وتلوحيه التعجن معه ولا تتعجني تلوحي الزيتون هذا يدخل في لابات ديريها ثم هكا راح يوليش غل الخبز الزيتون لانه انا ما انكذبش عليكم دائما تكون وصفا نحب ديما نحط فيها المستين نحب نديرها على ذوقي وذوق افرد العيلة حطيته طيب والاسوس تعي راهي وجدد كما تشوفو ذركها راح نوجد لها طابل لخطر ما بقاش على ذنو يذن هذا الماكلات تكل سخونة لا تكل بردة كما يتكلوه سخونين ولا دافين على الاقل حطيت شوية على السوس حطيت فوقهم ليزي سكالوب تاعي وحطيت السوس على الوجه شوية برك والخبز تاعي هوجد كما تشوفو ما ان شاء الله يشهي شهي شوفو النتيجة تحت هذك الحليب لا يجينيش هكا تحكي درته بالحليب الرايب جايد قول درت فيه المحسن تاع الخبز وهذه هي طاولة افطاري الخبز مع اللوبيا كريني الله الله مع الليزي سكالوب تاعي اللي رافقتهم معه سلسطة الاجبان ولا سلسطة الكريمه سائله مع الفيطر الحميس والشي اللي يكتبوا ربي هذ النهار والحمد لله ربي دوم النعم علينا اجمعين ورح نطبق معكم الفكرة اللي قلت لكم رح نديرها ان شاء الله اللي كان دي جاي حطتها اختي وشي هو انا طولت به نديرها سحن هذا قريب ينطقي اما تستعمليني سامبل اما تخدميني وش عندي؟ عندي هنا هذي شيتها ب 15 الف السحن ب 10 الف سما رح ندير وحدة السحنية لبنات اللي تشيريه ب 150 واذا شيريته بالمخطة رح تشيريه من 350 حتى الربعمية لحسب وش سمته منية في الحوانت عندك سحن 10 الف وهذيك البورتكو بيار اللي تباع ب 15 الف تباع ب 10 الف كل حانوت كيف شباحة وعندك هذا اللسقاء اللسقاء اللي قلت لكم ما زالوا غير ولادي ما لزغطهم جبيعة بش حال تتباع رح نقول لكم ثاني بش حال تتباع تتباع ب 25 الف البنات واللي كبيرة عليها اللي درتها لكم العام اللي فاتي اذا شفيتوا عليها رح يتتباع ب 35 الف المهم كما اشتو هنا انا عندي اللسقاء من دلت لهاش حسابها لخطرها عندي من قبل وش درت حكمت تسعة درت عليها فشفشت عليها و بعد درت لها اللسقاء وزيت فشفشت بشتنشف لي هذيك اللسقاء و هاوليك يا سلام هذا السحن اللي ب 150 الف هذا كي تطحي بالسحن الرخيص خلاص السحن اللي باطل طول ب 150 مت هزيهش هايا يا سيدي ب 25 الف انت يا فريتيها 25 الف و تزيدي لها المخططع السحن هذا اللي شاركته معاكم اللي كان درته لي ماما نورمال مو ب 25 الف يتباع كيف كيف ها ب 50 الف هذا كي تكثري وتكثري و رح نكمل نوجد الصهريتي اللي تقريبا فيها 70 بالمئة صنع منزلي سواء من العاصر من الكيكة الله هالله والسحن اللي روهز الكيكة وهنا يا رسلانو حبي شعلنا هو الشمو حبي ضويها علينا ربي ضويها على ولداتي و ضويها على ولداتكم و علينا كامل يا ربي و انا راني كل عزوجة في كل فيديو امين يا ربي كيشي خزاوية ما كانش قد الكلام الطيب و ما كانش قد دعوية الخام دعوهم من بعضنا سوا هكا ولا في ظهر الغيب و هاي اللي كيكة اللي ما نحكي لكم شعر الزوق التاحة و هكا كملت نهاري صهرية مع ولداتي ربي يحفظهم لي و يحفظني لهم ان شاء الله يا ربي العالمين و يحفظكم كامل حبابكم و عائلاتكم و دنيتكم كامل اللي تبغيوها و ذركا ما بقى لي غنقلكم تهلا و في رواحكم انا رح نكمل الصهرية و نخليكم توم مع الفيديو اكيد رح تهزو منه يا اما حاجة للصهرية ولا حاجة لطاولة الافطار بتاعكم ما بقى لي غنقلكم تهلا و في رواحكم و رمضان مباركة على الجميع نحاولو نديو بالنصائح و ننصحو بهم الناس اللي ما يعرفوش لانه خلاولي اخوات عاليق قلك قولوا رمضان مبارك و ليس كريم الكريم الله سبحانه و تعالى شكرا على التنبيه و على النصائح ما بقى لي غنقلكم تهلا و في رواحكم و نتلقاو في فيديوهات جاية ان شاء الله في امان الله لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر لما تذل روحك قل يا ربي يا معز فاذا بك تنهى وتأمر